مجددا ينعكس الفشل الامني والعسكري الاسرائيلي في شكل دعائي نفسي تمارسه مؤسسة الجيش التي سقطت مرارا وتكرارا في اختبار المواجهة مع غزة هذه المرة عبر اعلان لجيش الاحتلال يزعم الكشف عن مواقع ومنشآت عسكرية في قلب التجمعات السكنية المدنية اعلان ليس جديدا لكن الهدف الواضح منه هو استعراض فاشل لقدرات الجيش الامنية ضمن حرب نفسية موجهة لتبرير اي جرائم يمكن ان ترتكب مستقبلا هذا محض اشعات وافتراءات واكاذيب لم تكن المرة الاولى التي ينشر هذا الاحتلال مثل هذه المعلومات والفبركات لضرب حانة المقاومة الشعبية ما لم يحق الاحتلال بالحروب الميدانية والعسكرية والامنية لن يستطيع تحقيقه بالحرب النفسية والادعاة ونشر الفبركات والاكاذيب توقيت اعلان الجيش الذي يتزامن مع صدور مخرجات تقرير مراقب الدولة في اسرائيل الذي كشف عن اخفاق الشاباك والشرطة في مواجهة هبة الكرامة حبان معركة سيف القدس ولاسيما الاخفاق الاستخباري فشل يفسر رغبة الجيش في تصدير ازمته الداخلية عبر الاستعراض الذي لم ينطلع على الشارع الفلسطيني الذي يعي جيدا مساعي اسرائيل لتأليب الناس على المقاومة يظن الاحتلال من خلال الدعاءات الباطلة بان يخلق شرخا بابين الحاضن الشعبي بين اهلنا في غزة في الضفة وبين المقاومة التي تدفع عن ابناء شعبنا اسرائيل والشبك الصهيوني يسعى نحو تخييب العلاقات الداخلية الفلسطينية يسعى لإصار سالة للشعب بان يثوع على المقاومة يسعى للتخييب لبث إشاعات لخلق حالي من الخوف تحديد الجيش لبعض الاماكن الحساسة كالمستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة يكشف ما ترمي اليه اسرائيل من الحصول على غطاء دولي لتوسيع دائرة استهدافها من دون محاسبة يعلن الجيش الإسرائيلي لا يعبر عن حجم الفشل الذي مني به بعد معركة سيف القدس فحسب بل يكشف أيضا عن النوايا الإسرائيلية لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين من دون ملاحقتها قانونيا أحمد غنم غزة الميادين